أخبار الزمالك إيه كارتيرون ابتدى خلاص ابتدى عرف إن ساسي أموره بقت بتقترب من نادي الزمالك كل الكلام اللي إحنا سمعناه وقسامنا به هو تصريحات وفيش أي حاجة بين كده لا فيش حد في نادي الزمالك تجاوى السطرة أو حرف فحق ساسي ولا حد تكلم على أي حاجة ولا حاجة كل التصريحات جوا فرجاني ساسي لعيب كبير لعيب محترف لعيب الحقيقة رائع جدا 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 أدى بشكل جيد مع نادي الزمالك أخد القرار خلاص إن هو يمشي حتى الآن ده اللي سامعينه له كل الاحترام ويتعمله حفلة تكريم وما فيش مشكلة خالص وخلصت الشغلانة وما فيش قصة كارتيرون راجل الكلام اللي احنا بنسمعه أو الكلام اللي بتقال حيرجع فرجاني ساسي في حالة عدم التجديد فكارتيرون حيركنه عن الدكة مش حيلعب خالص ولا حينزل أرض الملعب فيقوم سعره هو رايح معرفش يمعامل إزاي فتحسس فرجاني مش عارف بإيه فأصل الم... كل ساهم طيبين الكلام ده ما فيش ولا حرف صح ما فيش ولا جملة صح وما فيش مدير فني بيفكر في كده كارتيرون عقده مع نادي الزمالك عقده مع نادي الزمالك وهي دي المفاجأة انه هو العقد لنهاية الموسم وليس شهر ستة عقده لنهاية الموسم وليست لمدة محددة والاتحاد الدولي بيحدد حتى لو كان لمدة انه هو يحدد لنهاية الموسم كارتيرون للمقربين منه فرجاني موجود علي موجود إبراهيم موجود اللي موجود حيلعب حتى نهاية عقده اللي موجود حيلعب حتى نهاية عقده وشفنا ده في النادي الأهلي مع أحمد فتحي وأحمد بيلعب حتى الثانية الأخيرة وده الاحتراف وده الاحترام ما فيش حاجة اسمها انت هتمشي فرياحك اشوف اللي جاي اشوف اللي بديل كل ده مش مهم كل ده مش مهم المهم ان الراجل ده حيلعب حتى الثواني الأخيرة والراجل علاقته رائعة الحقيقة أنا سمعت مبارح من الكابتل سامي الشيني حاجات على فرجاني ساسي حاجات إنسانية كبر جداً في نظري أنا إحنا بنقول والراجل ماشي أو الراجل قاعد يعني ده حقه فياخده فرجاني حيلعب حينتظم وحيلعب حتى الثواني الأخيرة كارتيرون الآن حضر البديل عنده البديل ولكن كارتيرون مشكلته في بنشرقي هو ده المشكلة اللي هو بيتكلم عليها وهو ده اللي بيتكلم الإدارة الحالية لنادي الزمالك على بنشرقي فرجاني موضوعه خلاص بقت الأمور صعبة ولكن بنشرقي هو ده اللي عايز يلحق بنشرقي فظل الموسم اللي جاي كله فعايز إنه هو يكون موجود كارتيرون صرح وقال إن إمام عشور هي الورقة البديلة للفرجاني الفترة اللي جاية ولكن حيدي فرجاني حيشغل فرجاني حتى الثواني الأخيرة ما فيش حاجة أسمعها هتقعد أو مش هتقعد المدرب ليه الورق اللي قدامه ده محترف وأخذ فلوس مقابل اللي بيعمله حتى اللحظات الأخيرة أسامة نبيه ما صرحش بحاجة أسامة نبيه قال إن الناس كابت تتصور معاه فسألوه فرد بمنتهى الاحترام ودي الموضوع ودي الشغلانة علاقة أسامة نبيه بكارتيرون هي علاقة أكثر من رائعة علاقة أكثر من رائعة مروان حمدي عندنا مفاجأة في جلسة جامعة كارتيرون بمروان حمدي مروان حمدي الناس شايف أنه هو ما قدمش أوراقه مع نادي الزمالك ولكن هو لاعب كبير المفاجأة بالنسبالي إن كارتيرون قال له أن أنت لعب كبير وقال له أن أنت عندك أكثر من كده بكتير وعندك شهرين اللي جايين تقدم فيهم نفسك ودي كانت مفاجأة بالنسبالي كارتيرون مستني مروان يرجع ومستني مروان يظهر بشكل مختلف ووضح أنه هو ابتدى يشوف رؤية مختلفة الكرة دلوقتي في ملعب مروان أتمنى له إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق